قال وزير الريهاني سويلم أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعي وأوضح سويلم أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعة كورنيش النيل سهاج الغربي بطول 870 مترا وحماية واجهة نيل أخميم بطول 600 متر ليصبح واجهة حضارية متطورة فضلا عن تطوير مرسى عبارة المراغة بطول 100 متر كما يجرى الإعداد لبدء أعمال حماية جوانب نهر النيل بقراء الرقبة الطناب الراديسية القنادلة بمحافظة أسوان بطول يصل إلى 400 متر كما أضاف أن أجهزة الوزارة تواصل مجهوداتها لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد 1500 كيلو متر من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وأجهزة المحافظات حيث تمت إزالة 83,475 حالة تعدي على مجرى نهر النيل منذ العام 2015 وحتى تاريخه في إطار حملة إنقاذ نهر النيل أعلن وزير الإسكان عاصم الجزار عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحي متكامل 16 قرية وتابع بمحافظة البحيرة ضمن برنامج خدمات الصرف الصحية المستدامة بالمناطق الريفية جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان موقف التشغيل للمشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من برنامج خدمات الصرف الصحية المستدامة بالمناطق الريفية والذي تم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي هذا وأوضحت الوزارة أن أعمال تنفيذ بالمحافظة شملت مدة وتحسين خدمة الصرف الصحي في 16 قرية وتابع تشمل نحو 23 ألف وحدة سكنية تخدم ما يقارب من 120 ألف مواطن بمركزي كومحمد وبدر وذلك من خلال تنفيذ محطتي معالجة مياه صرف الصحي بالبريجيت وأم صابر بطاقة إجمالية 17500 ميجا يوميا وكذلك حوالي 140 كم شبكات و32 كم خطوط طرد و14 محطة رفع للصرف الصحية